وبالعودة إلى الملف النووي الإيراني وما أعلنته طهران من بدء تخصيب الإيراني بالنسبة 60% في منشأة فوردو النووية في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي ينضم إلينا من عمان إياد العناز الخبير في الشأن الإيراني والباحث في مركز روابط للدراسات مرحبا بك سيد إياد كما قرأنا في هذا الخبر طهران قد أعلنت في وقت سابق أن اتخاذ جراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليأتي هذا الإعلان الإيراني ببدء تخصيب الإيراني بالنسبة مرتفعة تصل إلى 60% ما الذي تعنيه هذه الخطوة الإيرانية؟ بسم الله الرحيم وصعد الله وأوقاتكم بخير الحقيقة تأتي هذه الخطوة بعد القرار الذي اتخذته محافظي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أثر القرار الذي تم رفعه من قبل الولايات المكتحة للأمريكية وكل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسيا بخصوص سماح لمفتشي الوكالة الدولية بقيام بتفتيش ثلاثة مواقع وشك فيها أنها تسعى إلى تقصيب الورانيوم بشكل كبير وهي تقع هذه المنشآت الثلاثة حول محيط مدينة طهران والتي سبق للنظام الإيراني وامتنى عن القيام بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارتها خلال السنة الحالية وهذا ما سبب كثيرا من القلق لدى الوكالة التي انطلقت من كثير من المعايير التي ثبتتها في خلال تقاريرها الفصية وخاصة في حزيران الماضي وكذلك في أيلول الحالي عندما أشارت إلى أن المخزون الذي تمتلكه إيران الآن من تقصيب الورانيوم هو أكثر من 394.5 كيلورام منها 55.5 كيلورام بتقصيب بكمية 60% هذه الخطوة الإيرانية تمثل عائقا واضحا أمام استكمال المفاوضات التي المفروض أن تبدأ جولتها التاسعة وحسب ما أقرته الدول الأوروبية في العاصمة فيينا ولكن تطور الأحداث الميدانية وكما نعلم التطور الرئيسي الذي حصل على المستوى الميداني في موضوع تسريب المعلومات حول قيام النظام الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدم في مواجهتها مع أوكرانيا وإضافة إلى وجود عناصر من الحرس الثوري في جزيرة قرم لعملية التدريب وعملية المتابعة مع بعض القيادات العسكرية الروسية مجمل هذه الأحداث كانت لها أصداها الواسع في التأثير على الموقف الدولي والإقليم لنظام الإيراني في علاقته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع مجمل الحوارات التي مفترض أن تستكمل لإعادة ترتيب برنامج النووي الإيراني وهناك أيضا موضوع آخر وهو مهم جدا وهو يتعلق بالسياقات السياسية الحالية التي يعيش في النظام الإيراني داخليا وهي تعظم التظاهرات والاحتجاجات الجماهرية والشعبية في شخص الثالث ومع عدد القتلى والجرح الذي بلغ أكثر من مئات من القتلى وكذلك الجرح والمعتقلين إذن إيران ماذا تريد؟ تريد تصدير الحالة الداخلية والأزمة الداخلية التي تعيشها إلى الخارج ويعطى نوعا من الاهتمام الخارجي بقضاياها الدولية لكي تعبر بشورة أو أخرى عن استخلافها داخلية وخارجية ما هي أبعاد هذه الخطوة الإيرانية على مستقبل الاتفاق النووي والمفاوضات بشأن إحياءها؟ هل مات الاتفاق النووي؟ يعني هنا علينا أن ندرك حقيقة أن الاتفاق النووي في الأساس كان هناك كثير من معاوقات إيران لا زالت تستخدم سياسة التعنت وسياسة التسويف مقابل أن الوليات المتحنة الأمريكية أيضا تسعى إلى استحصال على موافقات كبيرة وإلى اتفاق جديد هذا الاتفاق الجديد أيضا يوحي إلى الآخرين وخاصة لأصحاب القرار السياسي في واشنطن بأن الوليات المتحنة الأمريكية في ولاية وبعد الانتخابات النصرية التي حدثت في واشنطن يعني تستطيع إدارة جونك بايدن أن تحقق شيئا في منطقة الشرق الأوسط لإرضاء كثير من أهدافها في منطقة الشرق الأوسط وعودتها إليها وإشعار حلفائها ومشركائها بأنها قريبين منها خاصة وأن هناك تصريحات كثيرة لقيادات سياسية في النظام الإيراني ومنها التصريح الذي قاله المرشد علي خامن أي أنه نحن عندما نريد أن نمتلك الطاقة النووي لكي نحافظ على وزننا الدولي والإقليمي لأن نكون دولة إقليمية مؤثرة وبالتالي محافظة على مشروعنا في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي هذه مجملة الأحداث الآن ستؤثر تأثير كاما على عدم قيام النظام الإيراني وكذلك الطرف الأوروبي بجولة تاسعة يعني هناك عملية توقيف لهذه المباحثات زائدا من احتمالات أن تتخذ قرارات اقتصادية وعقوبات رادعة باتجاه النظام الإيراني وخاصة أن الوكالة الدولية دائما تشير إلى أن حتى في حالة العقوبات فإن هناك تقنية عالية وهناك خبرة علمية تم اكتشابها من قبل النظام الإيراني والعلماء القائمين في البرنامج النووي الإيران شكرا لك سيد إيادة العناز الخبير في الشأن الإيراني والباحث في مركز روابط للدراسات شكرا لك أنت معنا من عمال